السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل ومرحبا بكم طلابنا الكرام طلاب الصف الثامن في درس جديد من دروس اللغة العربية نقدمه لكم بعنوان لوحة الزمن طلاب الكرام هذا الدرس على ثلاثة أجزاء هذا هو الجزء الثاني منه أرجو منك أن تراجع الجزء الأول قبل البدء في سماع الجزء الثاني كما أذكرك بضرورة متابعة الجزء الثالث فور صدوره أهدف الدرس تحديد الأفكار الرئيسة في النص الهدف الثاني التمييز بين الطباق بنوعيه لوحة الزمن للشاعر أبي الطيب المتنبي عزيزي الطالب إليك تذكيرا بما شرحناه في الجزء الأول قرأنا النص قراءة صامتة واستخلصنا فكرته العام وهي تجارب المتنبي في الحياة كذلك قرأنا النص قراءة جهرية وتناولنا المفردات بالتوضيح وقمنا بشرح الأبيات شرحا وافيا وأحثك عزيزي الطالب على حفظ أبيات القصيدة وذلك سيساعدك في فهمها وزيادة حصيلتك اللغوية هذه القصيدة حفظ فلابد أن تحفظها كاملة والآن نسترجع سويا قراءة الأبيات وشرحها لذا افتح مصدر التعلم على الصفحة المبينة أمامك وكن منتبها بارك الله فيك الآن استمع إلى قراءة معلمك للأبيات قراءة جهرية واستفد من قراءته حتى تتمكن من قراءة الأبيات بشكل صحيح صحب الناس قبلنا ذا الزمانة وعناهم من شأنه ما عنانا وتولوا بغصة كلهم منهم وإن سر بعضهم أحيانا ربما تحسن الصني على ياليه ولكن تكدر الإحسان وكأنّا لم يرض فينا بغيب الدهر حتى أعانه من أعانا كلما أنبت الزمان قناة ركب المرء في القناة سناء ومراد النفوس أصغر من أن تعادى فيه وأن تفانى غير أن الفتاة يلاقي المنايا كالحات ولا يلاقي الهوانا ولو أن الحياة تبقى لحي لعددنا أضلنا الشجعانا وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تكون جبانا كل ما لم يكن من الصعب في الأنفس سهل فيها إذا هو كان شرح الأبيات يوضح الشاعر في قصيدته أن الناس قبلنا عاشوا هذا الزمان ليتخذوه صديقا كما رفقناه نحن ولكن الزمان أتعبهم كما أتعبنا ثم يوضح لنا أنه لا نعم دائم ولا شقاء مستمر فتلك سنة الحياة كما يشير الشاعر إلى أن الشر يغلب على طبائع كثير من البشر فكلما فتح الزمان للإنسان طريقا للخير والتقدم إذا بالإنسان يحوله أداة للشر والدمار وينهان الشاعر عن التصارع على الحياة فالإنسان الحر الكريم يفضل الموت على أن يعيش ذليلا مهانا والحياة فانية فلو كانت الحياة باقية لكان الشجاع الذي يعرض نفسه للقتل من أجل الحق أجهل الناس ولكن الموت نهاية محتومة ولا مفر منه فعش عزيزا أو متكريما والآن علي الطالب أجب عن أسئلة الفهم الآتية كيف يتصرف الناس فيما بينهم لمواجهة صروف الدهر كما جاء في البيتين الرابع والخامس يمكنك إيقاف المقطع والعودة إلى البيتين الرابع والخامس لتقوم بالإجابة بنفسك عن هذا السؤال تعالوا بنا نعد إلى البيتين الرابع والخامس حتى نتبكن من الإجابة عن هذا السؤال انظر معي الآن إلى البيتين الرابع والخامس كيف يتصرف الناس فيما بينهم لمواجهة صروف الدهر اقرأ البيتين راءة متأنية لتتمكن من الإجابة نعم الإجابة يرى الشاعر أن الناس لا يرضون بتقلبات الزمان وأنهم يتسببون في هلاك أنفسهم وأن الشر يغلب على طبائع كثير منهم فكلما فتح الزمان للإنسان طريقا للخير والتقدم إذا بالإنسان يحوله أداة للشر والدمار السؤال الثالث هاتي من النص البيت الدال على كل معنى من المعاني الآتية نمكنك الآن إيقاف المقطع والإجابة بنفسك عن السؤال اقرأ الأسئلة وعود إلى الأبيات لتدلل من الأبيات على هذه المعاني السؤال ألف لو أن الحياة خالدة لأعتبرنا الشجاعة أحمر البيت الذي يقول وأن الحياة تبقى لحي لعددنا أضلنا الشجعان باء الشريف الحر يفضل الموت على الهوان أي بيت يدل على هذا المعنى نعم أحسنتم بارك الله فيكم ما تعرف الطباق وما أنواعه الطباق هو الجمع بين معنيين متضادين في العبارة أنواعه طباق السلب وطباق الإيجاب طباق السلب هو الجمع بين معنيين متضادين في العبارة نفسها باستخدام النفي ومثاله قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انظر إلى قوله يعلمون ولا يعلمون جمع بين معنيين متضادين في نفس العبارة يعلم ولا يعلم أما الطباق الإيجاب هو الجمع بين معنيين متضادين في العبارة نفسها لاحظ الفرق ومثاله قول البحتري فرونق الشمس أحيانا يضاحكها وريق الغيث أحيانا يباكيها انظر إلى قول الشاعر يضاحكها يباكيها يضاحكها يباكيها هذا جمع بين معنيين متضادين في العبارة ولكن لاحظ الفرق دون استخدام النفي ففرق بارك الله فيك بين طباق السلب وطباق الإيجابة الآن أظن أنه بات بإمكانك أن تجيب عن هذا السؤال استخرج من الأبيات الأخيرة طباقا وبين نوعه الآن يمكنك أن توقف المقطع وأن تعود إلى الأبيات الأخيرة لتستخرج طباقا وتبين نوعه لو نظرنا إلى البيت الأخير وقرأناه قراءة متأنية واعية لوجدنا الشاعر وظف فيه طباقا واضحا جليا كل ما لم يكن من الصعب في الأنفس سهل فيها إذا هو كان نعم أحسنتم أسمع إجابات صحيحة أسمع إبداعات من خلف الشاشات نعم أحسنتم قوله الصعب وهنا قال سهل الصعب وسهل بينهما طباق ونوعه طباق إيجاب يوجد طباق آخر في هذا البيت ركز جيدا نعم في قول الشاعر لم يكن وقوله كان هذا طباق آخر في هذا البيت نوعه طباق سلب فانتبه نفع الله بك إذن الإجابة الصحيحة الطباق في البيت الأخير في قوله الصعب وسهل ونوعه طباق إيجاب أو أقول بين لم يكن وكان طباق سلب تذكير هام عزيز الطالب لا تنسى أن تجيب عن أسئلة التقييم اليومي لهذا الدرس وكذلك الإجابة عن أسئلة التقييم الختامي نهاية الأسبوع ثم إرسال الإجابات إلى معلمك ودمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر